استعملت لو عندنا ستة أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى أحد أهل النفاق ماذا قالوا؟ لو كان لنا من الأمر شيء لو هنا اعتراض على ماذا؟ على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم استعمال لو الثاني اعتراض على القضاء القدر هذا يخرج؟ لا تخرج قال لا أريد أخرج يخرج يحصل لو حادث تقول لو أطعتني ما حصل لك ما حصل هذه لو محرمة اعتراض على ماذا؟ على القضاء القدر القدر نازل به لا محالة صح؟ نعم الثالث استعمال لو في التحسر والندم تقول لو أني فعلت كذا لو قدمت لو يا أخي حصلت كذا هذه تفتح عمل الشيطان إيش يقول؟ يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل الرابع من استعمال لو أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب إنسان يشرب خمر تقول لي أخذ تق الله كيف تشرب خمر؟ قال لو شاء لو شاء الله ما شربت الخمر صح؟ لو لو شاء إنما أشرب بقضاء الله يخذ تق الله قالوا أمر كتب الله عليه لو شاء الله ما شربت إيش تصنع؟ تضربه حتى يغم عليه مفهوم؟ تضربه حتى يغم عليه فإذا أفاق وقال ليش تضرب؟ تقول لو شاء الله ما ضربتك أنا ضربتك بقضاء إلا اقتنع الحمد لله وإلا اعطيه الثانية مفهوم؟ نحن نقول هذا الكلام حتى نتصور المسألة لا تضرب أحد رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأمر عمر رضي الله عنه بالشرع أن تقطع يده فجاء معترضا على أعمر قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله أتلومني عن أشيء كتب الله عليه؟ لو شاء الله ما سرقت سرقت بقضاء الله صح؟ قال له عمر نعم ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله أتلومني عن أشيء كتب الله؟ كتب الله أن نقطع عندك لماذا تعترض؟ أجابه بنفس الحجة مفهوم؟ هذا استعمال الرابع الاستعمال الخامس أن تستعمل لو في التمني فهي بحسب المتمنى إن خيرا فخير وإن شرا فشر إنسان الذي أمواله وإن فقه في طاعة الله يقول لو عندي مثل فلان لا صنع فهما بنيتهما فأجرهما سواء والضد بالضد القسم الأخير لو في الخبر المحر لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي خبر محضي صح نعم